مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم السلساء الثاني عشر من شهر سبتمبر أيلول 2023 زيارة مفاجئة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى أوكرانيا وصلت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيابوك بشكل مفاجئ إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين حوالي الساعة السابعة حيث ظلت الزيارة سرية في البداية لأسباب أمنية وهذه هي زيارتها الرابعة منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ولأن المجال الجوي فوق أوكرانيا لا يزال مغلقاً استقلت بيابوك قطاراً خاصاً من بولندا إلى العاصمة كييف ليلاً ولدى وصولها وعدت بيابوك أوكرانيا بالدعم الكامل لدخول الاتحاد الأوروبي ولكن مقابل بزل المزيد من الجهود في محاربة الفساد وقالت الوزيرة أوكرانيا تدافع عن حريتنا جميعاً بشجاعة وتصميم هائلين كما أعلنت بيابوك عن عقد مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في برلين العام المقبل جرائم الكراهية تتزايد بشكل كبير تتزايد جرائم الكراهية والعنصرية بشكل كبير في ألمانيا حيث يزداد الاستياء من اللاجئين واليهود والمسلمين والغجر والنساء والأشخاص زويل إعاقة والمسليين وهذا يضر بديمقراطية ألمانيا مع العلم أن كل الناس متساوون أمام القانون فبحسب الدستور الألماني لا يجوز حرمان أي شخص أو تفضيله بسبب جنسه أو أصوله أو هويته الجنسية أو لأسباب عنصرية أو معادية للسامية أو معادية للغجر أو لأسباب تتعلق بلغته أو وطنه أو أصوله أو عقيدته أو آرائه الدينية أو السياسية ألمانيا تخطط لتجديد السكنات العسكرية يريد وزير الدفاع الاتحادي بوغيس بيستوغيوس تجديد سكنات الجيش الألماني حيث يوجد حوالي 1500 سكنة عسكرية تحتاج إلى صيانة مع العلم أنه تم حتى الآن تجهيز حوالي 2000 مبنى بخدمات الواي فاي المجانية أم تنهي حياتها وحياة طفلها قامت أم من برلين بقتل طفلها خنقا ثم قتلت نفسها حيث اكتشفت شهود عيان الطفل هامدا في غابة بالقرب من برلين يوم الأحد وبحسب الشرطة فقد تم العسور على الأم معلقة على شجرة لذلك لا يوجد دليل على أن هناك أشخاص آخرين متورطين في الحادثة جدير بالذكر أن أقارب المرأة كانوا قد أبلغوا في وقت سابق عن اختفائها في برلين كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشر إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم